كان مفروض يكون موقف الاهلي نموذج يحتزى به من الجميع لكن اللي حصل كان غير كده بعد انتهاء الدورة والأولمبية بأمستردام المنتخب كان حيلعب مباريات ودية في طريق عودته عن طريق البر الى احد المواني الاوروبية عشان يرجع عن طريق البحر للإسكندرية وفي فندق من فنادق مدينة جينيفل سويسرية حصل امر مشين من اتنين لعيبة بالمنتخب محمد حسن لاعب المصري ومحمد جمال البرنس لاعب الأولمبي السكندري اللي كان في الاصل لاعب بالاتحاد السكندري وانتقل للأولمبي موسم 1927-28 رئيس البعثة كان احمد فؤاد انور اللي كان سكرتير اتحاد الكرة وعضو اللجنة العليا للنادي القهف احمد فؤاد انور قدروا انه ينهي الازمة بهدوء مع ادارة الفندق على اساس ان المنتخب يسيب الفندق وجينيف نفسها فورا وما تتساعدش المشكلة للشرطة وفعلا نجح في مسعاها وبعد ما رجع القاهرة كتب تقرير مفصل عن كل اللي حصل وزارة المعارف كانت منظمة حفل لتكريم البعثة فاستبعدت محمد حسن وجمال البرنس من التكريم وجه بقى دور اتحاد الكرة عشان يتخذ قرار باقاف اللاعبين لكن فوج جعفر ولي باشا رئيس الاتحاد واحمد فؤاد انور سكرتير الاتحاد ورئيس البعثة بان وكليل الاتحاد النبيل عباس حليم ومحمد حضر بيك رفضين اتخاذ قرار باقافهم النبيل عباس حليم كان رئيس نادي المختلط في الوقت ده ومحمد حضر بيك كان وكيل لنادي المختلط اللي اتنين كدبوا تقرير احمد فؤاد انور رئيس البعثة المشهود له بدماثة الخلق وحسن السمعة والصدق كانت صدمة لجعفر ولي باشا واحمد فؤاد انور ازاي يكون ده موقف وكليل الاتحاد قدام حادث غير اخلاقي في الوقت اللي الاتنين وهم في اللجنة العليا للاهلي اوقفوا من شهور قليلة حسين حجازي افضل لاعب في فريق الكرة لموقف اقل من اللي ذكروا رئيس البعثة في تقريره والان جعفر ولي باشا واحمد فؤاد انور بيت اصحاب مواقف قرروا الاستقالة من اتحاد الكرة وكان موقف جعفر ولي باشا واحمد فؤاد انور متسقا تماما مع مواقفهم الاخلاقية ضد اي خروج اخلاقي موقف ينتصر للمبدأ فازاي ينتصر للمبدأ ضد اهم لعب في فريقه ويجد معرضة لإقاف لعب اخر ودهر سؤال بين كل المهتمين بالرياضة ليه النبي العباس حلمي ومحمد حيضر بيك رفضوا عقاب اللعبين اشتركوا في القناة